تواجد خريج أكاديمية باردو هشام بوداوي ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لحظ جائزة لعب الموسم في ناديه نيسا الفرنسي ومع اقتراب ازداري الستار على بطولة الليغ 1 نشرت الصفحة الرسمية للفريق قائمة اللاعبين الذين يتنافسون على الجائزة الفردية ومن بينهم لعب المندخب الوطني الذي اختاره الفريق ليكون من بين المرشحين بالنظر للمردودية الجيد الذي يبصم عليه ابن مدينة بشار مع نيس حيث وصبح قطعة أساسية في تشكيلة المدرب ديدي ديكارد الذي أشهد بإمكانياته كثيرا وفي المقابل شهدت القائمة غياب مواطني بيلال براهيمي بدر الدنبو عناني ويوسف عطل ومن جهة أخرى ورغم الحصيل الجيدة التي يمتلكها قائد المنتخب الوطني رياض محرز مع نديه منشستر سيتي إذ يعتبر ثاني هدف للفريق بخمسة عشر هدفا واثنى عشرة مريرة حاسمة فشل الدولي الجزائري في الضفر بمكانة ناساسية في القائمة النهائية لللاعبين الثلاث المرشحين لنيل جائزة عفضل لاعب خلال هذا الموسم ونشرت اليوم صفحة رسمية للزرق السماوي قائمة اللاعبين والتي ضمت النرويجي إلينغ هالوند والبلجيكي كيفين دي بروين بالإضافة للهولندي ناتان آكي في موضوع آخر أبدى مدرب نادي ميلونيطالي ستيفانو بيولي حسرته على غياب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر عن ما تبقى من الموسم الكروي في الكالتيو وهذا عقب تعرضه لإصابة خلال درب الغضب ضمن منافسة دولي أبطال أوروبا إذ سيجري دينامو الوسط عملية جراحية على مستوى ركبته ليغيب لمدة ثلاثة أشهر ما يعني أنه أنهى موسمه مبكرا وقال بيولي في هذا الخصوص إصابة بن ناصر لم تأتي في وقتها نتمنى له الخير لم نقم بحاجة إليها من أجل حساسية المشكلة ووقت الموسم ولكن هذه أشياء تشكل جزءا من مخاطر عملنا ما أعلمه وأنا أكيد منه أن إسماعيل قوي ذهنيا ونفسيا سيتغلب على هذا الأمر ويعود أقوى من ذي قبل وتبقى لفريق روسونيري ثلاث مواجهات في الكالتيو ومباراة العودة من نصف نهاي دوري أبطال أوروبا ثلاثة أمام الفائز بثنائية نظيفة في لقاء يدهاب أنتر ميلون في خبر آخر يستهدف نادي الزمالك المصري ضم الدولي الجزائري إلياس شتسي لصفوفه خلال سوق الاتقالة الصيفية القادمة خاصة بعد التفاوض مع ناديه أونجيل فرنسي على فسخ عقده وحسب موقع الزمالك اليوم المقرب من محيط الفريق المصري فإن اللاعب تلقى اتصالا من مسؤولية الزمالك كما الناشطي مستعد لخفض راتبه للانضمام لصفوفه خاصة وأنه تم ترسيم سقوط النادي الفرنسي للقسمي الثاني وفي أخبار يوسف بليلي كشفت صحيفة لغازيتا دوفيناك بأن المهاجم الجزائري يستحق للعودة للدورية التونسي وبناديه السابق الترجي بعد تجربتها السيئة في اللقاء رفقة الناديين أجاكسيو وبراث وحسب المصدر ذات فإن نائم المدينة وهران يدواجد حاليا بإسبانيا بشان مستقبله إما بالعودة للدوري القطري أو نادي الترجي التونسي وسبق ليبليلي اللاعب مع الترجي في موسم 2012-2014 وكذا بموسم 2018-2019 وتوجى مرتين بدوري أبطال إفريقيا وأربع مرات لقب الدوري التونسي ومرة واحدة كأس السوبر في وقاقة محترفين دائما يواصل لعب الخضر رمز الرقي تألقه مع ناديتفينتي الهولندي والذي سيغادره نهاية الموسم الكروي الجاري نحو فريق في نورد من نفسه الدوري وبصم أمس الدولي الجزائري على تمريرته الرابعة خلال مشاركته في ثلاثين مباراة هذا الموسم وكان ناديتفينتي قد أعلن عن رحيل لعبه رمز الرقي مع نهاية الموسم سوب متصدر الدوري الهولندي في نورد الذي أصر كثيرا على ضم الجزائري لصفوفه بسبب مستوياته الجيدة للإشارة فإن رمز الرقي ومنذ ضممه لتفينتي عام 2021 خاض 93 مباراة لحد الآن سجل هدفان وصنع سبعة مثلها